السلام عليكم أنا أسامة العدل وده درس جديد من دروس تعليم فوتوشوب في الدرس ده نعرف إزاي نحول صورة من الألوان الأبيض وصود أو إزاي قدمج بين الألوان والأبيض وصود مع بعض في صورة واحدة باستخدام الفوتوشوب الأول قبل ما أبدأ عاوز أوضح الفرق بين حاجتين في نوعين من عمل التعديلات أو التأثيرات على الصور في الفوتوشوب النوع الأول اسمه Destructive Editing وده معناه أن التعديلات اللي هنعملها على الصورة هتكون على البيكسلز بتاعت الصورة أو على الصورة الأصلية نفسها أما النوع الثاني واللي اسمه Non-Distructive Editing أو ترجمتها أعتقد التعديل الغير مهلك ده معناه أن التعديل هيكون عبارة عن طبقة على الصورة الأصلية أما الصورة الأصلية هتفضل زي ما هي والنوع ده من التعديل الغير مهلك بيكون باستخدام مثلاً Layer Mask أو Adjustment Layers نشوف تطبيق الكلام ده عملي أنا عندي هنا Background باللون الأبيض وعندي Text Layer أو نص مكتوب وعندي صورة اللي أنا عاوز أعمله إن أقص جزء من الصورة على اليمين هنا وأكتب مكانه نص الطريقة الأولى هختار أداة الريكتانجي الماركي من التول بوكس وأعمل تحديد أو Selection على الجزء اليمين ده من الصورة بالشكل ده وبعدين أضغط على مفتاح Delete أو Backspace من الكيبورد وبعدين أعمل Right Click D-Select علشان نشيل التحديد في الطريقة دي سيفت فيها الملف أو أعملت فيها حفظ للملف في الطريقة الثانية هستخدم حاجة اسمها Layer Mask والLear Mask ده باختصار عبارة عن طبقة على الصورة لو كانت باللون الأبيض تبقى ملهاش تأثير ولو كانت باللون الأسود بتخفي الجزء اللي تحتها من الصورة نشوف إزاي هبص عندي هنا في Layers Bullet تحت هلاقي آيكونة اسمها Add Layer Mask أتأكد إن أنا محدد الصورة وبعدين أضغط على الآيكونة اللي اسمها Add Layer Mask هلاحظ إنه هضف لي Mask على الصورة باللون الأبيض وده معناه إنه مروش تأثير بعد كده بأداة الريكتانجي الماركي هعمل Selection أو تحديد لنفس المكان على الصورة وبعدين هملة تحديد ده باللون الأسود عن طريقة ضغط على Alt و Delete من الكيبورد وبعدين أعمل Red Click وده Select علشان نشيل التحديد باستخدامنا للطريقة دي هنلاحظ إن الصورة الأصلية زي ما هي مفيش فيها أي تأثير ولكن اللي عملناه إنه نضيفنا عليها Mask وبعدين غطينا على جزء من الصورة دي وفي الحالة دي لو عملنا Save للملف ده وفتحناه تاني علشان نعندل فيه ممكن نرجع الصورة زي ما كانت لأصلها بإننا ببساطة نشيل المسك ده أو نلغيه عن طريقة ضغط على Shift وندغط على المسك أو حتى نشيله خالص من اللير عن طريق Right Click عليه و Delete Mask دلوقتي بعد ما فهمنا يعني إيه Non-Distructive Editing ندق مع بعض نشوف إزاي نغير الصورة من ألوان لأبيض و سود أو ندمج فيها بين الألوان والأبيض و سود مع بعض في الجزء الثاني من الدرس ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا